التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز مؤتمرات المغتص بموقع عماد السيد المسيح عليه السلام رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات مسيحية بمناسبة العياد المجيدة حسب التقويم الشرقي وخلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية هنأ جلالته المسيحيين في الأردن والعالم بالأعياد المجيدة وأكد غبطة البطريار كيريوس كيريوس تي أوفلوس الثالث خلال اللقاء أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار ويحظى بمكانة عالمية رفيعة لما يقدمه من أنموذج في الوحدة والعيش المشترك والإنجازات الحضارية بفضل حكمة ورؤية جلالة الملك المستنيرة وشدد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الأساقف المطران خرستوفوروس عطلة الوكيل البطرياركي ومطران الروم الأرثوذكس في الأردن على أهمية الوصاية الهرشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مؤكداً أهمية دعم جلالته وحفاظه على هذه المقدسات